ثم أحباء الصليب يرعب الشياطين تعرف أنت لما بتتكلم عن الصليب وهاي شفتها في حالات إخراج الشياطين دايما الشيطان يرتعب من فكرة الصليب من دم يسوع المسيح من قوة وسلطان يسوع المسيحية مسيحية بلا صليب ليست مسيحية الصليب أحباء ليست ضعف بل قوة لأنه برجع بكرر نلنا بركة المصالحة بركة الفداء بركة التجديد بركة الغفران بركة التبرير الدخول إلى محضر الله إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح عبرانيين 10 آية 19 وبركات كثيرة وبركات منها نصبح أولاد وبنات للرب عندما نؤمن بالمسيح نصبح أيضا خليقة جديدة على فكرة الصليب بالنسبة لنا أصبح موضوع افتخارنا فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله نكرز بالمسيح مصلوبا كما قال بولوس لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا لست أستحب إنجيل المسيح اللي هو موت وقيامة يسوع لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله من إيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا أو كما قال في غلاطية 6-14 وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فإذا أحبائي نتعاطف مع المسيح ونحمل الصليب لأنه دعانا إلى إنكار الذات وحمل الصليب نصلب الذات ونحيا معه كما قال الرسول بولوس مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي فما أحياه الآن إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله فإذن أحبائي مقاومة الصليب تعتبر جهالة ورفض الصليب هو رفض طريق الله مكتوب الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح انظر إلى يسوع المسيح المرسوم أمام عيونكم مصلوباً أحبائي نعم صلب يمكن بضعف وعار أصبح افتخار بالنسبة إلنا لأنه حصلنا على الخلاص رفضك للصليب رفضك للمسيح إيمانك بالمسيح هو إيمانك بطريق الله والربي بركك